يقول هل دعاء الأطفال مستجاب وما هي ميزة دعائهم عن الكبار نعم النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا لقي عدو أو إذا تعرضت المدينة لخطر كان يقدم النساء والصغار ويقول إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم فهؤلاء لأنهم في حال اضطرار فدعاؤهم أقرب للإجابة ثم إن هؤلاء الصغار ما تلوثوا بما تلوث به الكبار يعني ما زالت صحفهم نقية بيضاء ما فيها سيئات ما جرى عليهم القلم ثم إن قلوبهم طاهرة ما يحملون غلا ولا حقدا ولا حسدا لذلك الآن تجد الصغار يتعاركون حتى يتضاربون ويصيحون ثم بعد حين تجدهم وقد تصافوا وتعافوا لماذا لأن القلوب نقية لذلك دعاؤهم أقرب إلى القبول